اهلا بكم في حلقتنا اليوم النهاردة هنعمل مع بعض اكلة مصرية اصيلة قوي اكيد كلنا عارفنا وهي الفتة وهنقدامها بطريقة لذيذة جميلة جدا من مطبخ بيزة شيف اول حاجة هنجيب اناء وهنحط في مياه اول ما المية تغلي عندي هنزل كمية الكوارع اللي احنا هنعملها وهنغطيه وهنسيبه لمدة 5 دقايق ونشوفه بعد 5 دقايق هنشتغل فيها ازاي تمام كده عد عليها 5 دقايق زي ما انتو شايفين طلعت الريم وطلعت كل الزفارة اللي موجودة في الكوارع نزلت في المية دي هنبدأ نتخلص من المية ديت ونشطه في الكوارع شطفة كمان من مية الحنفية العادية وبعد كده حطينا مية تانية تانية جديدة ونزلنا بكم بصلة مع ورق لورة وحبهان معلقة كبيرة من الملح معلقة صغيرة من فلفل اسمر نص معلقة صغيرة من بغار السبع حبيت اللبت كل المكونات مع بعضها وبعد كده رجعنا الكوارع تاني من جديد للمية الجديدة الخطوة دي مهمة جميل جدا وهتعمل معاك شغل جميل في طعم ونكهة الكوارع وكمان الشرب هتبقى جميلة وريئة ولزيزة جميل جدا هنغطيها وأول ما تجلي هنسيبها النار هادية في حدود من ساعتين ونص الغالية الثلاث ساعات الغالية لما الكوارع تدوب عندك وتبقى تمام طبعا فيه ناس هيقدموا الكوارع بهيئة هدية مع الشربة تمام بس احنا النهاردة هنشتغل وهندلع الكوارع شوية خدنا ايناق جديد حطينا فيه كم معلقة من الزيت او السمنة ونزلنا بمعلقة متوسطة من الطوم تمام كده وهنقلب الطوم تقليبة كويسة ويدوبك ريحته الجميلة تطلع وقبل ما يدخل على ان هو يصفر هنزل عليه بكم معلقة من الخل في حدود 3 معلقة كده كبار من الخل تمام وكمان معلقتين كبار من عصير اللمون عايز اقولك بقى ان الحاجات تي بتخلي الكوارع لها نجحة تانية خالص وضربين كم طمط مية في الكبه من غير مية ولا اي حاجة يدوبك خدوا ضربة كده او ضربتين ونزلنا بقى بملح وفلفل اصمر وكسبرة وبابريكة ومهار السباح حبات وكمان جنزبيل وقلبنا كل المكونات مع بعضها ودينا كمان معلقة صغيرة من السكر تمام كده واول ما غليت وفي حدود 5 دقايق رجعت لها بقى الكوارع من جديد شا عايز اقولك بقى الفصين الطوم مع الطمط ميتين دولة بيعملوا شغل جامل جامل جدا للكوارع وبتدي هناك هجامل ميلا ممكن في المرحلة دي قبل ما تحطي الكوارع تفصصيها وتقطعيها وتحطيها قطع صغيرة بس بصراحة هي مطلوبة مني النهاردة ان انا قدمها بشكلها بالعظم بتاعها تمام كده دي بقى الفتة بتاعتنا المصرية الاصيلة برضو هسيب لكم رابط الوصفة اللي حب يرجع لها في صندوق الوصف هنبدأ بقى نرس عليها الكوارع بتاعتنا الجميلة مع السوس الاحمر حاجة كده مفيش اجمل من كده وبكده نكون عملنا احلى كوارع مع احلى فتة اكلة مصرية مفيش زيها لو عجبكم الفيديو لايك ولو عجبتكم وصفوتي يساعدني انتبعتكم ليا علشان اكبر بيكم ومعاكم كانت معاكم نادية فايت من مطبخ بيت زاشيف دمتم فراي تليه